لبطلان اذن النيابة العامة لصدوره بعد القبض على المتهم يعني يتقبض على المتهم الاول ويتحط في الحبس ويبدأ الزابط ياخد الاجراءات زي ما انا قلت لكم يبدأ يعمل محضر التحريات وياخد اذن من النيابة وكل ده يبقى وراقيا والمتهم اصلا موجود معامل ساعة ستة الصبح تعرفها ازاي تعالوا نشوف نعرفها ازاي محضر التحريات قال اتصل بيا احد مدشري السريين وابلغني ان فلان الفلان يتجر في المواد المخدرة وانه يحوز كمية من المواد المخدرة بشخصه وفي مسكنه وعليه سنتوجه للسيد المحاقق لاصدار اذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم محضر ده ساعة عشر صبح يروح لمسكين النيابة حياخد اذن الساعة اتناشر الضهر نأذن لسيد المقدم فلان الفلاني بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم وضبط ما يحوزه من مواد المخدرة على ان ينفذ الاذن مرة واحدة خلال تلات ايام تبدأ من ساعة وتاريخ الاذن على ان يحرر محضرا بالاجراءات ده الساعة اتناشر الساعة ستة بالليل قال تنفيذا لاذن النيابة العامة الصادر لنا قمنا والقوة المرافقة لتنفيذ الاذن وقال الكلام ده كله لما بيحقق مع المتهم قال له انت تقبض عليك امت يا ابن قال له تقبض علي يوم واحد الساعة ستة الصبح قال له كان قدام مين قال له كان قدام فلان وفلان وفلان جابهم المحقق فشهدوا قاله ايوة ساعة ستة الصبح فجات الشلطة وقبضت عليها يبقى الابد على المتهم كان صح ولا باطل ليه تمام كده لان الابد على المتهم تم دون ان يكون بيد الضابط اذن بالضبط والتفتيش ولم تكن هناك حالة من حالات التلبس متوفرة في الجريمة وبالتالي يقع القبض والتفتيش باطل وما ترطب عليهم من اجراءات